السلام عليكم تتمنى تكونوا باخير وعلى خير دائما تتمنى نلقاكم وتكونوا صحة وعافية ان شاء الله اليوم سنحضر معكم كيش بالتونة او طول معلب سهل بزاف بزاف حشوة ولا ارواع وتتحضر في دقائق في عشرة دقائق ممكن توجدوا هاد الحشوة وتحطوه اللي كيش ديالكم يطيبو اللي سنحضره ان شاء الله بالعجينة المكسرة او لابات بغيزي اللي كنتحضرت معاكم من قبل واحطينا في المجمد تتمنى تجربوا الوصفات لنحضر معكم وشاهدوا هاد الفيديو للاخر ستلقاوا في جميع التفاصيل والاجابة على بعض التعليقات اللي جاوني في الفيديو السابق ديال تحضير هاد العجين والاحتفاظ بها وتتمنى دائما تشاركوا في القناة إذا كنتوا اول مرة تزوروها وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد بارتاجي والقناة ككل الدعم دائما باشتعم الفائدة شكرا بزاف لكم نخليكم على بركة الله مع المقادير والطريقة قبل ما نبدأ الفيديو بنسبة الاخوات اللي مبقوش يتوصلوا بالإشعارات ديال القناة فمعلكم إلا تلغيوا الاشتراك وترجعوا و تشتركوا ومس جديد و تفعلوا تجارات هذا هو الحل باش تتوصلوا بالإشعارات هادر مشكل في اليوتيوب شكرا بزاف لكم نبدو على بركة الله بالحشوة اللي سهلة بزاف و اللي ديضة غد نحتاج لها علبة ديال التونة المعلبة أو الطون المعلبة اللي غد نصفوه من الزيت جوج ديال البيضات من الأفضل يكونوا كبار إلا كانوا ثاني صغار بزاف عملو ثلاثة ديال البيضات علبة ديال الياغور الطبيعي من طبيعة الحال بدونك هوا بدون سكر من فئة 110 غرام أو غرام ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة مملوئة نصف ملعقة غير مملوئة ديال الخاميرات ديال الحالويات أي البيكنج باودر ملعقة صغيرة من النشط دورة أي الميزينة غير مملوئة أيضاً عندي واحد شوي ديال التوم بودرة تيجي زوين في هاد الحشوة إلا ما توفرش غدي تشحروا شوي ديال التومة أو دريس ديال التومة مع البصلة اللي غد نقطعه شرائح غدي نحتاجو هنا لبصلة كبيرة أو بصلة متوسطة تجي زوينة بزاف هاد الحشوة غدي نقطع البصلة الشرائح باش غدي نشحرها مع الفلفل أسود أي البزار وشوية ديال ملحة وشوية ديال زيت زيتون تقريباً 2 ملاعق كبيرة أي جوج ملاعق كبيرة دباً غدي ندير النار تكون متوسطة ملدة تشحر غدي نمهل شوية وغدي نخليها تشحر حتى تهبط لي هاد البصلة مزيين تجي زوينة بزاف فليكيش شوي ديال الملحة كي يكشفته غير القليل لأن التونة والفرمج الأحمر غدي يكونوا ملحين وشوي ديال فلفل أسود أي البزار وغدي نحتى فوق النار كيف هاتشوفو معايا بدتها تهبط لكن غدي نخليها ما زال تزيد تشحر على هكذا الوقت فاش غدي نوجدو لابا غاي اكيش غدي نحتاج كذلك شوي ديال الفرمج الأحمر حسب المتوفر عندكم غير وضروري تنجير واحد شوي ديال الفرمج المؤمنوع اللي توفرته عليه غير غدي تديروش واحد النوع ديال فخوماش خديت واحد البول غدي ندير فيه شوش بيضات كبار إلا كانوا صغار تاني بزاف تديرو ثلاثة ديال بيضات غدي نضيف الزبادي اللي هو الياغورت بنسبة للأخوات اللي في الدول العربية الياغورت هو الزبادي وتتسوليني بزاف على اشنا هي جوج جوج بالدارجة المغربية ديالنا هي رقم اثنان ضفت على هاد الياغورت لات الملاعق كبيرة ديال الحليب باش يطلقوا هاد المكونات شوي ديال التوم بودرة او التوم المجفف إلا ما توفرتوش عليه غدي تشحروا دريس ديال التوم كيف قلت في الاول او ذكرت في الاول مع البصلة اضفت نصف ملعقة ديال الخميرة ديال الحلوة تعطينا واحد تيجي سوف لي هاد الخليط مزيان الى طاب وملعقة صغيرة ديال النشا غير مملوقة وقليل من الفلفل واسود حسب الطوق وقليل فقط من الملح لان التونا والفرماج ملحين بالنسبة للنشا ماشي ضروري غير الطفرة تنضيفوها النشا هي المايزينة غدي نخلط الكل ممكن نضيفو هنا ثلاثة ديال القطع ديال الفرماج المتلت او المربع حسب طوق ديالكم او تكتفيو غير باضافات الفرماج الاحمر كيف غدي نعمل وبعد المرة تنديرهم بجوج تندير فرماج الاحمر وقطع من قطعتين وثلاثة من الفرماج المتلت او المربع التي يجو توم زوينين في هذه الحشوات بالنسبة للبصلة هكذا بغيتها هبطات مزيان والمضاق ديالات يجو زوين هكذا غير بالملحة البزار زيت الزيتون غدي نخليها حتى تبرد او تدفل مهم ما تبقاش هكذا سخونة لوقت فاش غدي نضيف شوي ديال الفرماج الاحمر في هاد الابطاري اللي حضرنا وكذلك غدي نضيف العلبة ديال تونة اللي صفيت من زيت غدي نضيف واحد الكيمية اللي تكون شوية كتيرة شوية تدجينا هاد الحشو وهدي مع الكوب بنينة الفرماج الاحمر راه بنين غير بوحده إلا ما توفرتش عليه بكمية كبيرة غدي تضيفو قطاع من الجبل او الفرماج المتلت او المربع كيف اذكرت غدي نضيف كذلك تون وغدي نخلط مزيان حتى يبقى غير واحد القطاع تيبانو صغار شوية من الحشوة إلا بغدي تستعملوا الكفتة او قطاع ديال الدجاج او الدك الرومي المهم حسب الرغبة ديالكم غدي تطيبوها في الاول غدتخليوا تدفع عاد غدي تخلطوها مع هاد المكونات ديال الياغورت والبيض وهاد المكونات اللي عملت دابا معاكم ملاحظة ممكن نعوضو الزبادي او الياغورت اللي عملنا في هاد لابا غايب نعوضوها بالكريمة السائلة ديال الطبخ 120 ميلي ليلتر غدي يكون مع هاد المكونات اللي عطيتكم دابا اللي هي 120 غرام من الكريمة السائلة إله عملتوا واحدة الكمية كتيرة ديال اللي كيش غدي اضعفوا الكيمية ديال الحشوة وكذلك ديال الزبادي أي الياغورت او الكريمة السائلة حسب اللي استعملتوا وبالتالليكيش كانوا عندي في المجمد هما اللي حضرت معاكم بلا عقلته وحضرتهم معكم فهذا الفيديو سابق كانوا عندي فالفريغو اي المجمد اي المجمد في التلاجة ممكن يبقى معكم حتى الخمسية أو ست يام لكن من الأفضل حتى الضبن في المجمد بيبقى معكم مدة طويلة رتيفة وشهر ويبقى مزيانة خرجت لنأخذ الكيمية اللي محتاجة اللي غادي تكفيني لهذا الحشوة غادي نخليكم إن شاء الله رابط ديال هاد الوصفة في أعلى الفيديو غايد يظهر لكم وغادي نخلي لكم كذلك في صندوق الوصف نخليكم الوصفة كاملة هتشوفوها وكذلك نخليكم نكتب لكم نصف المقادير اللي استعملت باشي لابدوا تجربوا غير نصف المقادير إن شاء الله تلقوهم راها ناجحة جدا هاد الوصفة الأصلية اللي عاجي المكسر شكلت ما بين قوالب متوسطين وكبر شوية وواحد المول هكذا مربع كنت حضرته معكم تشوفو حتى وكيف تيجي أنا را ما زال عندي واحد الكيمية في المجمد را كنت حضرت واحد الكيمية اللي مزيانة تنزيلوا شوي ديال الفرماج الأحمر في الأول في القوالب ديال هادلي كيش هو اللي أول تيعتنا ديك التعليكة وتيجينا شي حاجة مقرمشة وبنينا عاد تنضيف الحشوة موهم ضفت واحد شوي ديال البصلة في كل القلب وده بغادي نضيف ديال الحشوة ديال لابا غاي اللي وجدنا بالبيض و بالتونة و بالفرماج ما غاديش نعمرهم حتى الفوق مايفيدوش تاني باش يخلي واحد نخلي واحد لمكان فيش غادي يطيبون موهم عينكم ميزانكم بالنسبة للفور الكهربائي سخنوه على 180 درجة وحطوه لكيش على وغير من التحت حطي يطيبو تياخدو من 20 دقيقة حتى الـ 25 كأقصى وقت موهم حسب الفورن ديالكم دائما عاد شعل الفوق يتحمرو ما تياخدوش الوقت بزاف طياب و بالنسبة للفورن ديال الغاز بحاطة نطيبو الكيك النار تكون فوق المهيلة و طيبوهم اللي تحت عاد هبطوهم يتحمرو او نزلوهم يتحمرو تيجيو هائلين وممكن إلا خرجو هاد لكيش من المجميد اللي هو الفريغو بزافت الأخوات تيسوني شنو الفريغو كيان في الدول أخرى الفريغو تنقولو حنا المجميد الفريغو راه معروف هاد السمية فغادي تت ممكن تتناولوهم في ضرف ديال يومين تعمرون بالحشوة وتناولوهم حطوهم في تلاجة وتتسخنوهم لغد او تقدموهم غير باردين ما توقع لهم حتى حاجة يومين من بعد وتناولوهم مشي مشكل غير إلا خرجنا الحاجة ما تنرجعوهاش للمجميد مرة أخرى هاد راه بينا سوف يمليتي طيبو وخرجوا الطاوات ديالكم وما تتحركوهمش ضغياتي العجين تتكون شوية حساسة في الأول خليوهم حد خمسة ديال دقيقائق عاد هزوهم من الطاوات سوف يكونون قرمشين سوف يكونون دراسهم مزيان تنزينوهم بشوي ديال الفرماج الأحمر من الفوق تضيف لهم واحد لده وكذلك تكون شكل ديالهم زوين تضيفوا بغير هكذا بلا فرن او تدخلوهم غير الحرارة ديال الفرن موطافي تضيفوا بذلك الفرماج ضغيات زينتهم بشوي ديال معبنو صوريقاتها هكذا خفاف وزيته الأسوات تبقى دائما تزين حسب الاختيال ديالكم بزاف ديال أخوات تسولوني واش ممكن تتعملوا هاد العجين في الطخت اللي تيكونوا حلوين نعم ممكن لكن تتفضلوا أنكم تاكلوا شي حاجة اللي ما تكونش حلوة بزاف فهاد العجين تيصلح لحاجات مالحة وحاجات حلوة ممكن نديرو بي مملاحات كيف دا بدرنا بهاد ليكيش وكذلك نديرو بي حشوات اللي حلوة منها الكريم باتيسير مع اللي فخوي هكذا اللي بغيتون مهم حسب ضغط ديالكم أنا سبق حضرت معاكم العجينة الحلوة أي الطارت سابلي غاز نخليكم إن شاء الله رابط ديالها وتنوعدكم بجلكم فيديو مفصل أكتر على هاد الطارت هادي تيجيش حاجة اللي لديدة وبنينة بزاف بنسبة الحاجات الحلوة غير ملاحظة بنسبة هاد العجينة هادي اللي استعملنا في الكيش اللي بغن نحضره بمدة طويلة تنجيب داتة تيكون جلا وتنجيب فيها الحاجات الحلوة كيف بغينا بالخلاف ديال اللي كيش تنطيبهم نصف طيبة عاد تنخرجهم تنجيبهم من الحشوة وتنعودوا نطيبهم تيكملوا الطيب مع الحشوة ما تنسونيش مدعواتكم الطيبة واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد وبرتاجوا بالقناة للدعم دائما شكرا بزافر ليكم باسلام عليكم